اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا احدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله اصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واشتناب نهيه أما بعد فقد قال الله العظيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الحج أيها العزاء هي إحدى الفرائض الإسلامية التي أوجبها الله سبحانه على كل مسلم ومسلمة شرط الاستطاعة فقد قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فكل مستطيع من المسلمين قادر على أداء هذه الفريضة يجب عليه أن يؤديها ولو مرة في العمر وهذا أمر ثابت بالقرآن والسنة ويلتزم به كل المسلمين سنة وشيعة فهم يرون وجوب الحج على كل مسلم مستطيع وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه روي عنه أنه قال من استطاع الحج ولم يحج ومات مات إما يهوديا أو نصرانيا ولا يعوض عن الحج وعن ثواب الحج أي عمل مستحب يأتيه الإنسان هناك من يتفلسف فيقول لماذا نصرف هذه الأموال على الذهاب إلى الحج أليس من الأفضل أن نصرف هذه الأموال التي يصرفها الحجاج على الحج أن نصرفها على الفقراء على الأيتام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا عليه بأعلى أصواتكم فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني رأيت أن أنفق مال الحج على الفقير والمسكين فهل تراني أبلغ ثواب الحج مدل لا أروح للحج أموال الحج أعطيها للفقراء والمساكين طبعا الحج الواجب انتبهوا الحج الواجب فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إلى جبل مشرف على الكعبة المقدسة جبل أبي قبيس اللي راحوا للحج أو للعمرة قبل خمسين سنة تقريبا قبل ألف وتسعمية وخمسة وسبعين ستة وسبعين يتذكرون أن هناك كان هناك جبل مشرف على الكعبة إلى جانب الكعبة بالضبط أنا أدركت أيام طفولتي هذا الجبل اسمه جبل أبي قبيس مطل على الكعبة المشرفة طبعا بعدين جاءت السلطات وأزالت هذا الجبل وبنت محله قصور هذا الجبل اسمه جبل أبي قبيس كان مطلا على الكعبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهذا الرجل الذي اقترح أن ينفق مال الحج على الفقراء والمساكين قال له يا هذا لو أنفقت مقدار جبل أبي قبيس ذهبا ما أدركت ثواب الحج إذن الحج من الأركان الرئيسية في الإسلام وهو واجب على كل مسلم ومسلمة إن كان مستطيعا أن يتوجه إلى الحج ولو مر في العمر والحج أيها الأعزاء تأسس قبل الإسلام بكثير الإسلام ليس هو أول من أسس للحج الحج تأسس في زمن إبراهيم عليه السلام يعني قبل زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحدود ثلاث إلى أربعة آلاف سنة إبراهيم عاش قبل النبي آلاف السنوات في زمن إبراهيم الله سبحانه وتعالى أمره أن يجدد بناء الكعبة المقدسة التي كانت قد بنيت في زمن آدم عليه السلام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين أول من بنى الكعبة المقدسة هو آدم عليه السلام ولكن السيول والأمطار هدمت الكعبة وإن دثر أثرها وبقيت القواعد فقط فأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يعيد بناء الكعبة يقول القرآن الكريم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَةً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّةً الله سبحانه وتعالى جعل البيت مثابةً للناس وأمنة وأمر الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم الملاسق تقريباً للكعبة أن يتخذوا منه مصلى فعلى كل حاج ومعتمر بعد أداء الطواف عليه أن يصلي خلف مقام إبراهيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وابنه إسماعيل الذي كان بمعيته إبراهيم كان له ولدان إسحاق وإسماعيل إسماعيل هو الأكبر من الزوجة المصرية هاجر وله ولد آخر إسحاق من ابنة عمه سارة أصغر من إسماعيل إسماعيل الله سبحانه وتعالى أبا أمر إبراهيم أن ينقل إسماعيل وأمه هاجر إلى مك قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرب وأما إسحاق فبقي مع أمه سارة في فلسطين فجاء إبراهيم إلى مكة برفقة ولده إسماعيل كان إبراهيم يقسم وقته بين فلسطين ومكة بين زوجتيه وولديه فعمره الله سبحانه وتعالى بتجديد بناء الكعبة وكان إسماعيل يساعده في بناء الكعبة أنزل عليه حجرا من السماء فكان إبراهيم يقف على هذا الحجر ويبني الكعبة فإذا أراد أن يرتفع ارتفع به الحجر وإن أراد أن يأخذ يمينا أخذ الحجر به يمينا وإن أراد أن يأخذ شمالا أخذ به الحجر شمالا وهذا الحجر موجود هذا اليوم في مقام إبراهيم عليه أثر قدمي إبراهيم عليه السلام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إبراهيم عليه السلام بعد أن أنجز بناء الكعبة وتشرف بهذا العمل العظيم وأكمل البناء أمره الله سبحانه وتعالى أن يأمر الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر منهم يأتين من كل فج عميق وقف إبراهيم عليه السلام على ظهر جبل أبي قبيس ودع الناس للحج ومنذ ذلك اليوم ابتدأت أفواج الحجيج بالتوجه إلى بيت الله الحرام جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج هذا البيت وطاف حوله وسعى بين هذين الجبلين يعني الصفا والمروة وشهد الموقفين يعني عرفات ومزدلفة وشهد الموقفين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يخرج الحاج من ذنوبه إذا هو أدى مناسك الحج كما فرضها الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يؤديها كما فرضها الله سبحانه وتعالى دون زيادة أو نقيصة وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كان يوم عرفة يوم عرفة هو اليوم الذي يجتمع فيه كل الحجيج في أرض عرفة إذا كان يوم عرفة عند الغروب نادى مناد من قبل الله عز وجل يخاطب الحجاج يخاطب كل واحد منهم يقول اذهب واستأنف العمل فقد غفرت لك من ذنوبك ما تقدم فأنت اليوم كمن ولدته أمه يخرج الحاج من ذنوبه يرمي كل ذنوبه في أرض عرفات ويعود طاهرا مطهرا نظيفا من الدنس والذنوب الله سبحانه وتعالى يغفر لكل من يشهد عرفة يغفر لهم ذنوبهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من من يشهد عرفات وأن يجعلنا من حجاج بيته الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم في عامنا هذا وفي كل عام أكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى لأن تقل إلى الخطبة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوة تبارك وتعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأطيب وأطهر ما صليت على أحد من العالمين وصلي على أخيه ووصيه من بعده علي أمير المؤمنين وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلي على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين وصلي اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة المهدية أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين بين يديه بإذن الله والله على المحمد 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 My dear brothers and sisters In the month of Dhilqa'da Today is the first day of Dhilqa'da It is the 11th month in the Arabic lunar calendar In this month in Dhilqa'da Those who plan to go to Hajj they decide to go in this month. This is the month in which Hujjaj go to Hajj. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions Hajj in more than one verse in the Qur'an. In several chapters in the Qur'an. In fact, there is a chapter in the Qur'an, Surah Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala speaks about Hajj. And Hajj is one of the main Islamic obligations that each Muslim, male and female, must undertake once they are capable of performing this obligation physically and financially. Now, what is the purpose of Hajj, my dear brothers and sisters? What do I get out of Hajj? Allah subhanahu wa ta'ala in one verse in the Qur'an says, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Let them experience many benefits for them. What are the benefits of Hajj? What do I get out of Hajj? Besides spending my money and traveling and going through the hassle of traveling to the Middle East and being there and experiencing the searing heat, unprecedented heat. In fact, my dear brothers and sisters, Hajj can have many benefits for Muslims. Number one, Muslims get to know each other, to see each other, get to know about each other. Remember, 14 centuries ago, there was no news agency, no newspaper, no TV. The only way for people to know about each other is by seeing each other physically, by visiting each other physically. That was a genius way for Islam to connect over one billion Muslims around the world by bringing them all to one spot, one geographic point every year in Mecca. So they meet one another, they see one another, they talk one another. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Hujurat, in the last ayah, in Surah Al-Hujurat, explains why people are different from each other. Allah could have created people all from one tribe, one nation, one color, one race. Allah says, يَا إِيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا I made you from one single male and one single female and I made you into tribes and nations so you may know one another. That is the idea, my dear brothers and sisters. So I get to know other Muslims. I get to see what's happening to other Muslims. Remember the Prophet ﷺ in one hadith reminds Muslims of a very sacred obligation which is reaching out to other Muslims. مَنْ أَصْبَحَ وَلَا يَهْتَمْ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمِ Hugh, he happens to be indifferent about other Muslims. Doesn't care what happens to other Muslims. He lives in his own bubble. He is not a Muslim according to the Prophet. Muslims are being killed somewhere. Muslims are being persecuted somewhere. Why I should care? You should care because you're a Muslim. Because Islam unites all Muslims. Muslims, regardless of their differences in color, in language, in race, they are members of the same family. That's why Islam, عَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ That's why Islam decided to keep those bonds strong between Muslims. Unfortunately, these days, you hardly see some Muslims caring about other Muslims. I'm an Iraqi. Why should I care about Afghanis? I'm a Sudanese. Why should I care about Egyptians? This is a wrong mentality, my dear brothers and sisters. This is a very dangerous mentality. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Qur'an, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةِ You guys are brothers and sisters whether you like it or not. If you choose to be Muslims, then you have to be brothers and sisters. You have to view all other Muslims as your brothers and sisters. This is why, my dear brothers and sisters, Islam rejects any notion of nationalism. قَوْمِيَّ There is no قَوْمِيَّ in Islam. Any nationalism, be it pan-Arabism, pan-Turkishism, pan-Persianism, any, any nationalism is rejected in Islam. because for first and foremost, we are Muslims, my dear brothers and sisters. Before we are Arab, we are Muslims before we are Turkish. We are Muslims before any other label. Islam is the bond that unites between all Muslims. The Prophet says, الْمُسْلِمُ كُفْءُ الْمُسْلِمُ Each Muslim individual is a counterpart to other Muslims. So, an equal to other Muslims. Islam wanted Muslims to meet each other in Mecca. So, they know one another. They get to know about each other. They reach out to each other. They care for each other. The other reason, my dear brothers and sisters, Allah made Hajj mandatory is that Hajj is the only place that you don't find you're supposed to. Not to find VIPs. All people wear the same custom. All people wear the same uniform. It's very simple. It's made of two towels. One on your shoulder, one on your wrap around your body. very similar to the uniform we shall wear when we don't go to our final destination, to our grave. All Muslims, regardless who you are, wealthy, unwealthy, famous, celebrity, or not celebrity, all people would share the same physical spot. they stand on the same land and they wear the same outfit. You cannot tell who is who in Hajj because Allah subhanahu wa ta'ala wanted to remind us that the only quality that makes some of us superior over other people is piety. not money, not wealth, not your social status, not what you have in your bank account. That doesn't mean anything in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ Allah always looks to your heart how pure it is. God doesn't look at my color, on my physical outfit. That doesn't mean anything. someone could be white or color of a color or black. That doesn't mean anything in the eyes of Allah. What really makes someone closer, bigger, greater in the eyes of Allah is how pure the heart is. So Allah subhanahu wa ta'ala wanted us for a few days only to live this equality. this situation where nobody is bragging about himself and showing off. Allah wanted us to be diluted in that huge ocean called the Ummah, the Muslim Ummah. Regardless who you are, you could be the most knowledgeable person, the most famous person, but in Mecca you're nothing. You're a number only. you're an individual. You are just one person next to one million other Muslims. You are equal in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala in the land of Mecca. With all other Muslims, if anything that distinguishes you is through your own inner qualities. And Allah subhanahu wa ta'ala wanted us, wanted us to focus on that. go to Hajj so not to gain the title of Hajj. Some people go to Hajj and that's all they have in their mind. I want to be called Hajj. No. Go to Hajj so you can be a true servant of Allah subhanahu wa ta'ala. So you can get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So you can learn how to purify your soul by being a small drop in that ocean with millions of other Muslims. You're not better than them. Look to your right once you are in Mecca in the grand mosque of Mecca. Look to your right. Look to your left. You're not better than those people. You're just one individual. You're just one drop of that ocean. And everybody there is supposed to have one goal and that goal is to serve Allah subhanahu wa ta'ala not our egos. Not our own personal interest. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our a'mal and also to grant us the chance to visit his house in Mecca and the shrine of our holy prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam and his revered family in the Medina المنور allahumma khfir lal-muhminin wal-muhminat wal-muslimin wal-muslimat al-ahhiya'i minhum wal-amwati tabi' allahumma baynana wabaynahum bil-khayyay